مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الثالث من محاضرة الشولدر جوينت وفي هذه المحاضرة سنتعرف على الروتيتر كف وأيضا الموفمينتس أوف شولدر جوينت وأيضا بلد سبلاي أند انيرفاشن تو دي شولدر جوينت نتابع من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل ننتقل الآن إلى الشولدر جوينت أند روتيتر كف لنعلم ما هي العلاقة ما بين الشولدر جوينت والروتيتر كف هنا هذه النسبة بعض المصادر تقول أن الإغليونيت كافيتي يشكل ربع المساحة التي يكونها الإغليونيت أو مساحة الإغليونيت كافيتي ستكون ربع مساحة الهيوميرال حد وبعضهم يقول ثلث المساحة ثلث هناك فرييشن نلمؤكد أن هناك فرييشن ولكن ما يهمني من هذا الموضوع أن مساحة الإغليونيت كافيتي صغيرة مقارنة بمساحة الهيوميرال حد فبسبب هذا الاختلاف بالمساحة توجبه أن يكون هناك الكثير من التراكيب لكي تقوم بتثبيت هذا الهيوميرال حد الضخم إلى الهيوميرال حد الهيوميرال حد مسكولو تندنس روتيتر كاف مسكولو تندنس هنا عبارة عن روتيتر كاف هي عبارة عن مصرز تعرفنا عليه في محاضرات سابقة هي عبارة عن سبرا سبينيتس انفرا سبينيتس وتيرز ماينر وسبسكابيولارس مصر كل هذه المصر أو ما يسمى بالس آي تي اس مصرز هذه الروتيتر كاف كلها ستحيط بهذا الجوينت وتقوم بجذب تقوم بجذب الهيوميرال حد باتجاه الهيوميرال حد باتجاه الهيوميرال حد فهذا هو الهيوميرال حد وهذا هو الهيوميرال حد ستقوم الروتيتر كاف بجذبهما إلى بعضهما البعض مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن المسلز هذه عبارة عن السوبرا هذه السوبرا سبينيتس مصل هذه الانفرا سبينيتس مصل هذه تيرز مينر وهذه السب سكابيولارس مصل هذه أيضا صورة يظهر فيها هذا المسكيلو تندنس مسكيلو تندنس استركشور مثل ما نلاحظ هنا هذه هي الروتيتر كف هذه السوبرا سبينيتس هذه الانفرا سبينيتس وهنا تتضح التيرز مينر وهنا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن السبسكابيولارس مصل هذه أيضا صورة أخرى هذه السبسكابيولارس هذه السبرا سبينيتس انفرا سبينيتس وهنا تيرز ماينر مثل ما نلاحظ هي عبارة عن أربع أضلات تحيط مثل ما نلاحظ لو نلاحظ هنا هذه الليجامنتز تحيط تقريبا بشكل كامل بألهيومرال هد وتقوم بجذب ألهيومرس إلى ألهيومرال هد إلى ألهيومرال هد إلى ألهيومرال هد ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الجزء الوحيد الذي لن يقو أو لن يتم تقويته بهذه الروتيتر كاف هو فقط الجزء الانفيرير الجزء السفلي من الجوينت كابسول كما نلاحظ هنا في هذه النقطة فهذا الجزء السفلي هو أضعف نقطة في هذا الأغلينوهيومرال جوينت وهنا سيتم تقويته فقط بالانفيرير أغلينوهيومرال ليجامنت مثل ما نلاحظ هذا هو الانفيرير أغلينوهيومرال ليجامنت هو الجزء الوحيد الذي يقوم بدعم هذا الجوينت كابسول من الأسفل مثل ما نلاحظ أيضا هنا هذه الروتيتر كاف نلاحظ هذه من كل الجهات تحيط معدى الجهة السفلة مثل ما نلاحظ ماذا يعني لكس أي أنه سيكون رخو في هذه النقطة في الانفيرير أسبكت من الجوينت كابسول سيكون هذا الكابسول رخو إلى حد ما أو رخو بشكل نسبي نسبة إلى باقي الجهات لهذا الجوينت كابسول هنا في هذه النقطة الآن أنا ألمس المكان النقطة الذي يكون فيها هذا الانفيرير أغلينوهيومرال ليجامنت وهذه النقطة التي نتكلم نحن عنها وهي الانفيرير أسبكت للجوينت كابسول وحينما يتم رفع هذه الحينما ترفع الارم نقوم بعمل ابداكشن لالارم مثل ما نلاحظ في هذه النقطة سيكون هناك بعض التقوية سيشد هذا الليجامنت وبالنهاية سنحصل على قوة أعلى وسيظهر هنا في هذه النقطة لدي هذا الليجامنت وهذه النقطة الضعيفة من الجوينت كابسول أو أضعف نقطة من الجوينت كابسول ليلينوهيومرال جوينت الآن سننتقل إلى المovement of the joint كما علمنا أن هذا الجوينت هو عبارة عن pull and socket type of synovial joint ويقوم بعمل abduction, adduction, flexion, extension, media rotation, lateral rotation ويضا هذه الحركات أيضا هذه سنتعرفها إن شاء الله خلال هذه المحاضرة تسميتها الصحيحة ويضا العضلة الأساسية التي تشترك في هذه الحركات جميعها وأيضا circumduction التي ستكون عبارة عن collection من هذه الحركات فالجلينوهيومرال جوينت has more freedom of movement than any other joint in the body أي أن هذا الجوينت سيكون هو عبارة عن الجوينت المتحرك الأكثر على الإطلاق في كل الجسم البشري بهذه الطريقة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الحرية في حركة هذا الجوينت لها أسباب السبب الأول هي laxity of the joint capsule ماذا يعني laxity of the joint capsule؟ كما علمنا أن هذا الجوينت كابسول سيتم تقويته بالligaments وأيضا سيتم تقويته بمسلز tendons of the muscles التي عبارة عن rotator cuff كل هذه العضلات ستشترك وهذه الأربطة ستشترك بتقوية هذا الجوينت كابسول ولكن على الرغم من هذه العضلات جميعها وهذه الأربطة جميعها إلا أن هذا المفصل يبقى highly movable فمثل ما نلاحظ هنا هذه العضلات والأربطة لا تقوم بإمساك هذا الجوينت هذا الهيومر الهد إلى الكلينويد إلى الكلينويد كافيتي بطريقة بحيث أنها تمنى أي حركة تقوم بإمساكه بقوة مثل ما أنا الآن أقوم بإمساك يدي أقوم بإمساكها بقوة بحيث أنني أمنأ حركة اليد الأخرى المسألة ليست بهذه الطريقة إنما هو إمساك قوي ولكن يسمح بحرية بالحركة بحيث أن هذا الامسك سيمنع الهيوميرالهد من أن ينفصل من الهيوميرالهد من أن ينفصل من الهيوميرالهد فهو قوي بشكل كبير ولكنه يسمح بحرية بالحركة فهو لن يقوم بتحديد الحركة ولكنه سيقوم بتثبيت الهيوميرالهد إلى الهيوميرالهد بحيث لن ينفصل عن بعضهما البعض وأيضا كبر بثما نلاحظ هنا كبر حجم الهيومير الهد مثل ما أشرد في بداية المحاضرة كبر حجم الهيومير الهد مقارنة بحجم الأغلينويت كافيتي أيضا ساهم بهذا الفريدم في الموفمنت مثل ما نلاحظ هنا هذه بوستيرير فيو وهذه انتيرير فيو فيتضح أكثر لدي في البوستيرير فيو الحجم الحقيقي لهيومير الهد مقارنة بحجم الأغلينويت كافيتي فهنا مثل ما نلاحظ هنا سيكون حجم الهيومير الهد بعض المصادر تقول أنه أربع أضعاف حجم الأغلينويت كافيتي وبعض المصادر تقول ثلاث أضعاف فبشكل نسبي نرى أن الفرق في الحجم كبير نسبيا الآن مثل ما علمنا أن الأغلينوهيومير الجوينت هو عبارة عن ملتي أكزيال جوينت وهو أي أنه يسمح بالحركة بمحاور ثلاثة في عدة محاور ملتي أكزيال فهو يسمح بالأددكشن والأددكشن والأددكشن والأكستنشن والميديا روتايشن واللاترال روتايشن والسركم دكشن كل هذه الحركات يجب علينا أن نحفظها الآن ننتقل إلى فقرة أخرى مثل ما نلاحظ lateral rotation of humorous lateral rotation تعني هذه الحركة هي lateral rotation مثل ما نلاحظ هذه medial rotation هذه lateral rotation medial rotation lateral rotation medial rotation lateral rotation هذه medial والاترال rotation للهيومرس نفسه للهيومرس نفسه على الأرلينوهيومرال جوينت حينما أقول هذه lateral rotation لأرلينوهيومرال جوينت وأقول lateral rotation للهيومرس فأنا أعني بهما نفس هذه الحركة فهنا lateral rotation of humorous increases the range of abduction ماذا يعني ذلك؟ سنعلم بعد قليل when the arm is abducted without rotation حينما أقوم الآن أنا يجب علي أن أعلم الحالة النورمال التي تحصل أو without lateral rotation للهيومرس أعلم أن هناك حصل confusion لديكم في ذهنك ولكن أنت تعلم أن study is alive لا تحب أبداً موجود أي confusion فاستمر وستلاحظ أن هذا confusion ولا هارباً منك available articular surfaces is exhausted and the greater tubercle contacts the coracochromial arc ماذا يعني ذلك؟ لو نلاحظ الآن في هذه الحركة هنا حصل لدي abduction هذه الحركة هي نفسها المبينة في هذه الصور الموضوع لها أو موضوع عليها المؤشر فهنا أنا أقوم بعمل abduction هنا أقوم بعمل abduction حينما أقوم بعمل abduction فأصل إلى هذه النقطة مثلا فأصل إلى هذه النقطة مثلا نلاحظ أصل أنا إلى هذه النقطة ماذا سيحصل؟ هذه هنا هذه سيحصل فيها contacts بحيث أنها سترتطم لنقول سترتطم أو ستتصل بال coracochromial arc فالcoracochromial arc هنا سيمنعني من أن أستطيع أن أقوم ب abduction أكثر فأنا لا أستطيع أن أقوم بأكثر من هذا هذا هو أكثر شيء أستطيع أن أقوم به والسبب أن هنا بهذه الحالة هنا هنا greater tubercle of the greater tubercle of the humerus حشرت بال حشرت أو احتكت لنقول بمعنى صح احتكت بال coracochromial arc فمنعها منعني من أن أستطيع أن أرفع يدي أكثر فأنا لا أستطيع أن أرفع يدي أكثر من هذا مثلا ما نلاحظ هذه الحالة الطبيعية لا أستطيع أن أرفع يدي أكثر وسأشعر ببعض الألم فهذه مثلا ما نلاحظ prevent further abduction هذه الحقيقة الآن ضعوها في أذهانكم ما هي الحقيقة سأعيدها ما يحصل بشكل normally ما يحصل بشكل normally أنني حينما أرفع الآن أرفع ذراعي هذا الabduction أقوم بعمل abduction فهنا أصل لنقطة بحيث أن greater tubercle للhumerus ستحتك ستحتك وتضغط بشكل مباشر مع الكوروكو أكروميال مع الكوروكو أكروميال arc مما يمنعني من أن أستطيع أن أرفع يدي أكثر ولكن على الرغم من ذلك فأنا أستطيع بسهولة أن أقوم بهذه الحركة على الرغم من أن هناك greater tubercle تمنعني من أن أرفع يدي أكثر لكن أستطيع أن أقوم بهذه الحركة بكل سهولة حيث أنني أستطيع أن أعمل حتى هكذا فما سبب هذه الحركة ما سبب قدرتي على أمل هذه الحركة ولا أستطيع أن أقوم بأكثر من هذا لو نلاحظ أن هذا أكثر شيء أستطيع أن أقوم به فما الفرق بالحركتين ما هو الفرق الآن يجب علينا أن نعلم مصطلح من الثمانة اللاحب هذا هو ببساطة بحيث أن الأرم هنا تعمل مع الترانك 180 درجة كما هو موضح في الصورة فهنا تعمل 180 درجة كيف تحصل لدي هذه 180 درجة هذه 180 درجة تحصل في ثلاث خطوات الخطوة الأولى هي أنني أقوم بعمل abduction على الأرم بشكل بسيط الثمانة اللاحظ هذا هو الabduction هنا أنا قمت بتحريك فقط هنا الأجزاء المتحركة أو الجزء المتحرك هو فقط elhumeral head elhumeral head على elglinoid cavity وهنا elglinoid cavity سيبقى ثابت والelhumeral head هو من سيتحرك ويصل إلى هذه النقطة أما الحركة الأخرى التي هي هذه هذه هي الحركة التي أنا قمت بتحريكها هذه هذه 60 درجة هذه الحركة من هنا تقريبا من هنا بهذه الطريقة إلى هنا هذه 60 درجة هذه الحركة الخطوة الثانية ما هي هي عبارة عن upward rotation للسكابيولا مثلا ما نلاحظ هذا هو upward rotation للسكابيولا في اللون الأحمر وقد تحدث عن هذا الموضوع في محاضرة مفصلة عن movements of the scapula فهنا في هذه الحالة حصل قمت بتحريك elhumeral head على elglinoid cavity مع ثبات الاسكابيولا نفسه الاسكابيولا بالكامل في هذه الحركة ثابت لا يتحرك فالحركة الهيومeral head على elglinoid cavity هنا حينما وصلت أنا لهذه المرحلة ماذا حصل هنا الgreater tubercle of the humerus اتصلت اتصلت بال 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 كوروكو أكروميال أرك بالأوسيو أوسيو لجامنتس أرك الذي هو الكوروكو أكروميال أرك فلن أستطيع أن أقوم بتحريك الهيومير نسبة إلى الهيومير كافيتي لن أستطيع بعد هذه الحركة بسبب الكونتاكت الذي حصل ما بين الgreater tubercle of the humerus مع الكوروكو أكروميال أرك فأنا لن أستطيع أن أقوم بتحريك الهيومير الهيومير نسبة إلى الهيومير كافيتي ولكن عوضا عن ذلك أنا سأقوم بعمل الهيومير ولكن لا أزال أنا لم أستطيع لو نلاحظ بهذه الحالة لا أزال أنا لم أستطع أنا أعمل full abduction للarm فماذا ما الذي أقوم به الآن ما هي الخطوة الثالثة لكي أستطيع أن أقوم بعمل full abduction للarm الآن لاحظوا معي هذه الحركة الآن أنا قمت بحركة الهيومير الهيومير على الهيومير كافيتي والآن بهذه الحركة قمت بعمل الهيومير للسكابيولا الآن سأقوم بعمل سأقوم بعمل للهيومير للهيومير الهيومير الهيومير وبالتالي الهيومير بالكامل فأقوم بعمل حركة إلى الخارج ومن ثم أكمل طريقي فسألاحظ أنني أستطيع أن أقوم بعمل full abduction فاللاترال هي هذه الحركة ما فائدة اللاترال هنا فائدة في هذه المرحلة هي تحرير من صوتة الكوركا فهنا في هذه الحركة مثلا في هذه مثلا ثم تلاحظون هنا حينما قمت بعمل لو نلاحظ أنني حينما أقوم بالضغط أصلا أشعر ببعض الألم ولكن حينما أقوم بعمل أشعر أن الألم زال بعض الشيء وسبب زولان هذا الألم بسبب أنني قمت بعمل فقمت بتحرير من سلطة الكوركا وبالنهاية أستطيع أن أقوم بعمل وهو 180 درجة فمثل ما قلت أن هي 180 درجة أما هذه ستعطيني 60 درجة فهنا أنا أستطيع تحريك أستطيع تحريك الهيوميرال على حينما أقوم بعمل لاترال روتيشن أستطيع أن أقوم بحركة 120 درجة وأضيف عليها الـ 60 درجة فيحصل المجموع أو يصبح المجموع 180 درجة فالأبداكشن للأرم فمثل ما نلاحظ if the arm is then laterally rotated 180 degree angle هذه الأنجل للمovement the tubercles are rotated tubercles هنا لـ tubercle المهمة لدي rotated posteriorly أي هنا هذا في lateral في lateral rotation سيحصل لدي حركة لـ greater tubercle posteriorly and more articular surfaces becomes available to continue elevation أي لاستمرارية عمل الـ abduction مثل ما نلاحظ هنا هذه هي عبارة على l-greater tubercle فحينما أقوم بعمل abduction ستضرب هذه l-greater tubercle ستضرب الكوروكوروميال الكوروكوروميال arc وتمنع el-farther elevation ولكن حينما أقوم بعمل lateral rotation أي أنني سأقوم بجذب هذه إلى الوراء وبالنهاية أستطيع أن أوفر articular surface أكثر وبالنهاية أستطيع أن أقوم بعمل full elevation للarm أي full abduction الآن الفقرة الأخرى movements do not occur as the aglenohumeral joint in isolation أي أنني لن أستطيع أن أحرك aglenohumeral joint بشكل منفرد بشكل منفرد أي بدون أن أحرك باقي الجوينت التي هي الأكروميو clavicular joint وال sternoclavicular joint فأي حركة للشولدر joint أو glenohumeral joint ستسبب حركة للأكروميو clavicular joint وال sternoclavicular joint لننتقل إلى البلد سبلاي and innervation of the glenohumeral joint مثلا ما نلاحظ نبدأ أولا بالبلد سبلاي سيتم تغذية أو سيتم تزويد glenohumeral joint بالدم بالبلد سبلاي من خلال anterior and posterior circumflex humeral artery هذا هو عبارة عن anterior وهذا هو posterior circumflex humeral artery وأيضا branches ستأتي من supra scapular artery هذا هو supra scapular artery أيضا سيعطي branches للأغلينohumeral joint أما الانرفيشن كما نلاحظ فستكون عن طريق supra scapular nerve والأكزلاري nerve وأخيرا lateral pectoral nerve كل هذه النерв ستعطي branches إلى glenohumeral joint وإلى هنا انتهى لدي هذا الفيديو وقد تم تخطية هذه الأيتمز التي نراها على الشاشة في هذا الفيديو إن شاء الله في الفيديو القادم سنتعرف على المسلز moving the shoulder joint نلتقي في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر